اهلا بكم من جديد اربت الوقحوان ارابيلا اسماء متعددة لعروس شمال المملكة الاردنية الهاشمية اربت تعيش مشاهدين هذه الايام ازهى فصولها الثقافية بتسلمها لراية عاصمة الثقافة العربية 2022 كيف لا وهي المدينة التي تعاقبت عليها الحضارات وانطبعت بتنوعها الثقافي الزاخر لانجاح هذا الاستحقاق الثقافي اطلق العنان للعديد من المبادرات الثقافية التي اضاءت وساط ضيء سماء الاردن ومدينة اربت على وجه التحديد وتعريف برجالاتها وكتابها ومبدعيها من اهمها مبادرة اغلى كتابات لمدينة حياتي التي نسعد اليوم بالاعلان عنها من منبري شاشة التلفزيون العربي 2 مبادرة يشرف على اعدادها الكاتب والاعلامية الاردني احمد عارف اشهية ضيفنا في ضفة اصدارات سيدي الفاضل اهلا ومرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوة وعلى تخصيص منبر ضفاف للاعلان على هذه المبادرة التي تستحق التثمين والتقدير شكرا جزيلا لك قبل الحديث عن هذه المبادرة اغلى كتابات لمدينة حياتي حدثنا عن اربت اربت التاريخ والحضارة نعم نعم في البداية سيدي مساء الخير اليك وشكرا لأسرة برنامج ضفاف على هذه الاستضافة الطيبة التي تمنحنا الفرصة للحديث حول اربت وعن المبادرات التي اطلقت تزامنا مع اعتبارها عاصم للثقافة العربية 2022 يا سيدي الحديث عن اربت يطول هذه المدينة التي احببناها واحبتنا وانطلقنا من مقاعد مدارسها وجامعاتها الى الخارج وهنا يحضرني بيتين من الشعر لاحد شعراءها الاستاذ عبد الناصر هيجنه قلوا لاربت ان العيش اجمله عشناه فيها فطاب العيش والامل ويوم طفنا مع الدنيا سكانت بناء كنت الرفيقى يجارينا كما ظلوا يا سيدي تاريخ اربت كما تشير الادلة التاريخية يعود الى 3000 قبل الميلاد اي ما قبل العصر البرونزي وتعاقبت عليها العديد من الحقب والحضارات منها الاغريقية والفرص ووصولا الى الرومان ووصولا الى الغساسنة حتى دخولها في العهد الاسلامي بعد معركة ليرموك في سنة 13 شجري اما في ما يتعلق بالعصر الحديث فاسهاماتها واسمها اسهامات ابنائها على مختلف الأصعد العلمية والثقافية شاهدة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي ولذلك فان اربت حينما يتم اختيارها من منظمة اللينوسكو للثقافة والتربية والعلوم عاصم للثقافة العربية 2022 هذا لم يأتي من فراغ وانما يدل على انها نافست عواصم عربية ذات ثقافة وذات تاريخ واسع لا وبل تميزت عليها وطبعا اربت تستحق ذلك لانها تملك كافة المقومات التي تجعلها في هذه المكانة في الحقيقة طبعا عندما نتحدث عن اربت نتحدث ايضا عن تاريخها العريق عن المكاتب حيث تضم واحدة من اكبر المكاتب في الشرق الاوسط هل لكن تقربنا الان سيد الفاضل من مبادرة كتاباتي اغلى او اغلى كتاباتي لمدينة حياتي بماذا تتميز هذه المبادرة نعم يا سيدي نعم يا سيدي باعتبار ان هذا الحدث هو حفل وطني وعرس وطني للجميع تضافرت كافة الجهود من قبل دار المبادرة للنشر والتوزيع رأسها السيد الاستاذ حمد ابو حبيب نوجه له تحية من خلالك بضرورة اقامة مشروع هذا المشروع يرقى لمستوى هذا الحدث ويقدم شيء اضافي لهذه المدينة ثم بعد ذلك قام باعطاء الفكرة وقمنا بعقد ورشات بعد هذه الورشات وضعنا الاسس الاساسية لهذه المبادرة وبعد ذلك حينما تشكلت الملامح الاولى قمنا بالاعلان عن هذه المبادرة هذه المبادرة يا سيدي تمنح الفرصة لجميع من يملك طاقات ومواحب في كافة المجالات ان يشارك فيها ان كان على صعيد الشعر او القصة او الكتابة عن تاريخ هذه المدينة كما تفضلت عن حضاراتها عن رجالاتها عن اسهاماتها في الميدينة طالما تتحدث عن الرجالات استاذ احمد عارف من هم الاعلام ومن هم القامات الثقافية التي تم توثيقها في هذا المؤلف وبماذا اضافت للحياة الثقافية في اربد نعم يا سيدي هناك العديد من القامات في اربد اربد تملك تنوع ثقافي وحضاري زاخر منهم شاعرها النابغة عرار ونحن نسعى يعني بماذا تميزت نحن نسعى لان تكون هذه المبادرة بمثابة موسوعة كل اكاديمي وكل باحث عن تاريخ اربد وعن رجالاتها وعن اكاديميها وعلماءها يمكن ان يجد في هذه الموسوعة ظلته اذا سمحت لي ان اكمل سوف بعد ان تقوم لجنة مختصة من الدار بتنقيح افضل المشاركات وافضل ذات المستوى الممتاز سوف نقوم ان شاء الله بالتشارك مع جامعة اربد الاهلية الاستاذ الدكتور احمد خصوني مشكورا باقامة حفل لاشهار هذا الكتاب وحتى يكون ايضا هذا الحفل يعني مستمر ودائم ويكون له استراتيجية دائمة وليس فقط يعني بسبب هذه المناسبة سوف يتم عمل نسخ متكررة من هذا الحفل في الوية هذه المدينة التسعة وفي الثلاثة وعشرين منطقة من مناطقها المختلفة ان شاء الله واضافة الى نعم فضل في جسئية صغيرة لو تكرمت السيد احمد عارف هل الاسماء والاماكن والاحداث التي تخص اربد والتي تم تجميعها في هذا الكتاب وهذا المشروع كما وصفته مرتبطة بفترة زمنية محددة هل لك ان تعطينا بعض المعطيات سيد احنا ركزنا في هذه المسابقة على ان تكون تتضمن الحقبة اللي هي منذ بناء الدولة الاردنية الهاشمية منذ العهد الهاشمي والحديث عن الشخصيات التي يعني ولدت في هذه المدينة منذ بداية الدولة الاردنية يعني التركيز على الحقبة التي تتعلق بالعهد الهاشمي سيدي هل لك ان تحدثنا ختاما الى اي حد يمكن ان تسهم هذه المبادرات في تفعيل المشهد الثقافي ليس فقط في اربدة وفي الاردن عندما تحدث عن اربدة فنحن بصدد الحديث كما اسلفت عن عاصمة للثقافة العربية نعم يا سيدي كون ان اربد الان عاصمة للثقافة العربية وتستضيف المثقفين العرب بكون ان حضرتك تعرف بان الاردن له رسالة واضحة في الشأن الثقافي باعتبار ان يسعى لان يكون نقطة التقال للمثقفين العرب ولذلك هذا شيء يعكس التنوع الثقافي والحضاري لاربد وللاردن بشكل عام وذلك طبعا حسب تصريحات جميع الوفود التي شاركت في محافظة اربد في مختلف الفعليات اشادت بان اربد يعني اخذت هذه المكانة عن جدارة وانها تتميز بعمق ثقافي واسع واشادت طبعا بحفاوت ترحيب اهالي اربد وانا من خلالك طبعا بشكر مجموعة من الاشخاص في بلدة بلدة الصاريح التي تعتبر جزء من هذه المدينة العريقة والتي يساهم ابناها في الميدان والساحات الثقافية والتي يشاركون معي في هذه المبادرة وطبعا كما تعلم بان اهل اربد يتميزون بذوق عالي ان كان في مختلف المجالات الادبية على الصعيد الشعري وعلى الصعيد الفني وعلى الصعيد الموسيقي طبعا العديد من الفعاليات الثقافية وحتى السياحية تحتضنها الاردن الموعد سيكون غدا مع اطلاق فعالية مادبة عاصمة للسياحة العربية 2022 شكرا جزيلا لك الكاتب والاعلامي الاردني احمد عارف الشياب شكرا لك على كل هذه المعطيات خصوص هذه المبادرة واختيارك لمنبر ضفاف للتلفزيون العرب 2 للإعلان عن هذا المشروع الطموح